الموضوع التأثيرات السلبية على حسة السماء الهدف تعرف التأثيرات السمعية والبصرية المزعجة وكيفية الوقاية منها 1- أبحث هذا مثال لبطاقة متابعة انقله وقم بتعميره تدريجيا صباحاً، مساءً، في ليالي الصيف الأصوات التي تزعجني في البيت، في الطريق الأصوات التي تزعجني صباحاً، في البيت، بكاء أخي الصغير صوت الخلاط الكهربائي أو المثقب الكهربائي في الطريق، اختلاط أصوات البعى الجوالين وأزيز مكابح القطار مساءً، صراخ أبناء الجيران أثناء لعبهم كرة القدم أمام المنزل في الطريق، دوي محركات وسائل النقل والمنبهات في ليالي الصيف في البيت، أصوات حفلات الأعراس الصاخبة في الطريق، أصوات السهرات الليلية والمهرجانات تصيك أمك دائماً إثر الاستحمام بتنظيف أذنيك لماذا؟ ماذا تستعمل؟ لماذا؟ دائماً وإثر استحمامي تحرص أمي أن أقوم بتنظيف أذنيك وذلك للتخلص من قطرات الماء المتسربة داخل الأذن ولفعل ذلك يتوجب علي استخدام طرف منديل لتجفف الجزء الخارجي من الأذن بحرص واحد، أطبق لاحظ الصورة، ثم ابدي رأيك في هذا السلوك سلوك غير رشيد، لأنه قد يتسبب في ضرر لحسة سمع الطفل الثاني أعلم الأصوات العالية كأزيز الطائرات والموسيقى الصاخبة تؤذي طبلة الأذن كلما كبرت مساحة الأذن، ازدادت القدرة على التقاط الأصوات لذلك فالحيوانات التي تملك أذاناً كبيرة نسبياً كالكلب والأرنب تكون مرهفة السمع الأذن، الوظيفة، التأثيرات السلبية الأذن، الوظيفة، تلتقط الأصوات التأثيرات السلبية، تنظيفها بجسم حاد الأصوات المرتفعة، الضجيج للضوضاء تأثير مباشر على حسة السمع فهي تقلل قدرة السمعية كما أنها تسبب فقدان السمع الجزئي أو الكلية عند التقدم في السن الأصوات المرتفعة للآلة قد تؤدي إلى فقدان السمع الجزئي ولكي نتجنب هذه المخاطر يجب العمل بهذه النصائح وضع السماعات الواقية عند العمل في مهنة مصحوبة بأصوات عالية تخفض أصوات الأجهزة الكهربائية العالية اليومية في البيت كالتلفاز والراديو وغيرهما وترشيد استعمال المنبهات كالحاسوب والتلفاز عدم إدخال الأجسام الحادة في الأذن المصاب بالصمم والبكم لا يفقد الاتصال بعالمه كيف يتمكن من ذلك؟ يتمكن كل مصاب بالصمم والبكم بالتواصل مع غيره بلغة الإشارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر